الصورة هذه ليست هيكلاً عظمياً لشخصية تاريخية تم اكتشافها إنما هي جثة صحفي كان مختطفاً في سجون الميليشيا وتحكي عن ثقب أسود من التعذيب والبشاعة الصحفي أنور الروكن البالغ من العمر 43 عاماً كان يعمل في صحيفة رسمية وأخرى حزبية اختطفه الحوثيون قبل عام أثناء عودته من العاصمة اليمنية صنعاً عندما وجدوه يحمل هوية صحفية وألقوه في غياه بالسجن في مدينة الصالح شرقي مدينة تعز والتهمة خيازة بطاقة صحفية ولم يفرجوا عنه إلا بعد أن ساءت حالته الصحية نتيجة أساليب التعذيب المختلفة وعجز الأطباء عن إنقاذه حتى فرق الحياة فتم القوض عليه إما في الحوار أو في القاعدة بهذا الحد بسبب أنهم وجدوه كما يقال كما قال هو في البعض بعد أن خرج إنه إسلام القضاء عليه قال وجدوه معه بطاقة صحفية في جيبه فأخذوه على طول إلى الصالح تفاجأنا أخي اللي أصغر مني في الرئيسة مع أحداً أصدقائه تم القضاء عليه في الصالح ذهب لعامل ليخرجه وفجأة تتفاجأ بوجود أخي أنوار داخل السجن وهو قد هو في حالة يرثى الأقل يعني صعب على التعرف عليه الإنقلابيون الحوثيون يتفننون في ابتكار أدوات ووسائل التعذيب التي تجعل المختط فيتمنى الموت في اليوم ألف مرة للخلاص من ذلك العذاب كما يفعل أسيادهم في إيران الرجل يعني أعذب عذاب يعني ما يتمارسوا هذه الجمعة من التعذيب مع الصحفيين بالذات وصحاب الرأي والكلمة يعني لا يطاق يعني كما يطلع حتى لا توجد هذه الرضا التعذيب حتى في معاكم التفتيش نقابة الصحفيين اليمنيين وغيرها من المنظمات الحقوقية دانة الجريمة التي أودت بحياة الصحفي الروكن وحملت جماعة الحوثي كاملة المسؤولية محمد الحذيفي الإخبارية تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر